اشتركوا في القناة دي حلقة من سلسلة حلقات حكمة الحياة الحلقة النهاردة عنوانها موقف استوى الكشف والحجاب من مواقف مولانا محمد ابن عبدالجبار النفري المتوفى في ارض محروسة عام تلتمية اربعة وخمسين هجريا واللي اتكلمنا عنه كتير واللي لو ربنا شاء نتكلم عنه ايه؟ قبل ما نبدأ هذا الموقف اذكركم باية عظيمة لما نفهمها نفهم حاجة مهمة الاية بتقول القرآن العظيم ولا تقول لنا لشيء اني فاعل ذلك غدا ليه يا رب ليه ما اقولش اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله هي دي النقطة قيل في الكتب تفسير كتب السيرة ان نبينا الاعظم محمد عليه عبدالسولة والسلام اهل مكة سألوه عن الروح واصحاب الكهف وعن زي القرنين وقال لهم حجر وبكر وبكر ما جاتش ما جاتش الاجابة وحتى الوحي اتاخر عليه ايام وبعدين نزلت هذه الاية الفكرة اني نفكر بس لحظة ونتأمل لحظة ليه متقولش انا هعمل كده مش بكرة اللحظة الجاية انا هقوم اعمل كده دلوقتي ليه متقولش كده متقولش كده لسبب بغاية البساطة ان حضرتك لا تستطيع ايوه حضرتك لا تستطيع تقول حفعل كذا انت متقدرش تفعل كذا ولا تقدر تفعل اي حاجة ده هو بقرطه بقرطه هو مش بقرطك انت بقرطه هو بيعني يسمح بحدوث هاجة الشيء ممكن يسمح بيدوسه على ايدك فتبدو كأن حضرتك اللي عملته لكن حضرتك ما عملتهش لكن هو هو اللي عمله وهو اللي سمح بانه يبدو ان انت عملته على ايدك واخددلك ده معنى في غاية الاهمية طبعا ده الاهل الطريق يا جماعة الناس التالين ممكن ما يشوفوش الكلام ده لكن يجب انك تعلم من هو الفاعل وارادة مين اللي ماشي في الكون ده الكون ده ماشي بارادة مين ان هو هتبتكر انه ماشي بارادة سيعي اير مثلا ولا لا 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 الكون ده بيتحرر بارادة ارادة اللي خلقه كلام ده هيبقى مهم معانا في تأمل الموقف رقم واحد وثلاثين من مواقف مولانا النفري موقف استوى الكشف والحجاب وده شي غريب او ازاي استوي الكشف والحجاب بيقول مولانا اوقفني وقال لي كل شي لا يوصلك صرطا لي فانما يواصلك ويختدعك اي حاجة في هذا الكون اي حاجة ما توصلكش للحق سبحانه وتعالى ما تشويلكش عالحق سبحانه وتعالى ما تدلكش عالحق سبحانه وتعالى يبقى بتخدعك بتخدعك الدنيا دي يا جماعة هذه الغانية اللي عوم بتخدعنا يا جميعا بس يجب ان ننتبه ان ننتبه والذات اهل الطريق قال لي انظر بعين قلبك الى قلبك يا جميعلك انظر ايه بعين قلبك الى قلبك وانظر بقلبك كله الي الله انظر بقلبي انتبه لقلبك انتبه ده اهم حاجة في الدنيا قلبك انتبه ليه انتبه ليه جيدا وانظر بقلبك كله ليه انا بالخالق سبحانه وتعالى بصورة الشعراء الا من اتى الله بقلب سليم الا من اتى الله بقلب سليم يا انزيوها الانسان اهتم كل الاهتمام بقلبك قلبك ده اللي حيتوزن بالمعنى الفراعوني اقصاد الريشة واللي يجب انه يكون اخف من الريشة قلبك ده هو هو الرق عليه والمحك فيه بيكمل مولانا قال ليه اذا رأيتني استوى الكشف والحجاب اه يا جمعة هنا بقى في مستوى الرؤية وده مستوى عالي هوي لما تشوفوا الحق الحجاب ايه وكشف ايه ده مستوى بيتجاوز كل حاجة بتجاوز كل ابضاد الكون قام بيقول لنا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك بطائق فبصرك اليوم حديد دي لحظة الكشف دي اللي بيبان فيها كل حاجة احنا في هذه الدنيا اغلبنا في غفلة واغلبنا في حجاب او حجب كمان ففكهة الكشف دي وانت من اهل الدنيا حتشوف ان لا يمكن يستوي الكشف والحجاب لكن لما تطلع لهذا المستوى العالي قوي قوي بكل حاجة الانضاد كلها بتتساوي بيقول بيكمل مولانا وقال ليه وارني عن اسمي وارني عن اسمي وإلا رأيته يعني اسمي ولم تراني وهم اول الاشارة دي ايه حكاية الاسم دي الحكاية حكاية الاسماء والحروف والكلمات لا تقف لا تقف عند مستوى النص كحرف وكلمة وجملة لا في معنى ده كل هذه النصوص المقدسة هي نصوص اشارية رمزية فانت يجب ان تتجاوز ده عشان تصل للمعنى الحقيقي اظن هكذا هو الاشارة بتاعت مولانا كما اراها لانه وعشان تعرف وان الى ربك المنتهى كل ده عشان الى ربك المنتهى وقال ليه سأل كل شيء ولا تسألني عني سأل كل شيء سأل كل شيء دي انا وقفت اقصادها شوية وقارها يعني في الاغلب هي نوع من المشاكلة لانك انت تسأل كل شيء وانك انت تسأل الحق كل شيء ده يعني مستوى مقام مفهوم لكن في مستوى الرؤية اللي بيتكلم عليه مولانا لا مفهوش السؤال خالص وان اخر دعواهم ايه انا الحمد لله رب العالمين ده حمد وشكر مفيش سؤال خالص لكن هنا بيقولك ممكن تسأله كل حاجة ولكن لا تسألني عني ليس كمثل هو شيء هتسأله عنه ازاي يعني يجب يجب ان احنا يعني نحترم امكانياتنا وحدود معرفة قال لي اذا رأيتني فكأنك لم تخرج من العلم كميل اه طبعا بل رؤية دي تخرج من العلم ازاي؟ ده انت هي دي العلم كله العلم الحقيقي العلم الحقيقي مش العلم بتاع الابضاد ده العلم الحقيقي دي حال الرؤية وقال لي اذا رأيتني خرقت من اهل العزر خرقت من ايه من اهل العزر ايه ازاي؟ ايوه اهل الاعذار دول بيقوله اعذار دول ناس اساسا المتخيلين انهم اصحاب الفعل انهم الفاعلين فبيعتذر لكن لو انت لو انت راجل الكلام اللي قلناه في الاول في بداية الحلقة لو انت راجل عارف ان هو الفاعل حقيقي وان هو اللي بيسمح انك انت تبدو كفاعل او ان اي حد يبدو كأنه صاحب الفاعل لكن هو الفاعل وبالتالي مفيش عظه هتعتذر عن ايه هو هو انت اللي سايق هنا في اية القرانية يعني اتمنى تنتبهوا لها والله خلقكم وايه وما تعملون طبعا في كتب التفسير دي دي هتفسير يعني لكن المعنى هنا الله خلقكم وما تعملون يعني كل اللي احنا بنعمله ده يعني لان سمحت الاراضة الالهية ان احنا نعمله قال لي اذا رأيتني دخلت في جملة الشفعاء دخلت في جملة الشفعاء نتذكر قوله تعالى من ذا الذي يشرع عنده الا باذنه من ذا الذي يشرع عنده الا باذنه قال لي اذا رأيتني ضعف عني وحملت الكل ضعف عني وحملت الكل نتذكر بصورة الاعراف موسى لما طلب رؤية الحق سبحانه وتعالى حصل ايه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخرى موسى صعقه دي الحقيقة انت يا ايها الانسان قدرتك على الوعي مش بس رؤية قدرتك على الوعي بالحقيقة الالهية بالذات الهية محدودة محدودة وحتخر صاعقه زي موسى النبي العظيم فانت هتخر صاعقه ولكن هتحمل الكل ازاي تحمل الكل الحديث اللي قلنا معناه لانه جميل جدا ربه اشعص اغبر لو اقسم على الله لقبره او كم من اشعص اغبر مهم يا جماعة يعني ده شخص ده حامل البشرية كلها قال لي سال اوليائي عما اعلمتك وسالني ولا تسألهم عما اجهلتك جميل هنا التفريقه بين ما يمكن لك ايها الانسان المحدود القدرات والامكانيات ما يمكن لك ان تعرفه وما لا يمكن لك ان تعرفه وجزء مهم من العلم عموما والعلم الالهي على وجه الخصوص هذه التفريقه تعرف ايه اللي ممكن تعرفه تحاول تعرفه وايه اللي مش ممكن تعرفه فتعرف ان انت حدود معرفتك دي اشارة سريع لموقف جميل من مواقف مولانا النفري وفي كل موقف جزء من الحكمة والحكمة كما تعلم ضالة المؤمن وضأس الحكمة مخافة الله موسيقى موسيقى